قضية فساد كبيرة جدا في وزارة التموين بيعلن عنها ذراعي الإعلامي الأبرز أحمد موسى في برنامجه بالأمس وبيقول إنه مستشار وزير التموين خرج متكلبش من الوزارة بعدما ضبطوا تنظيم عصابي وخمسمائة وتسعين طن من السكر في وقت البلد بتعيش في أزمة سكر كبيرة جدا تعالوا نشوف موقع الحرة قال إيه عن هذه الفضيحة الجديدة للمرة الثانية في عامين كشف قضية فساد كبرى بوزارة التموين المصرية مصادر مطلعة قالت إن أجهزة الأمن ألقت القبض على مسؤول كبير في مدرية تموين محافظة الجيزة واتنين كمان في قضية تموين كبيرة جدا في وقت مصر عندها أزمة تضخم كبيرة طيب إيه التفاصيل بتاعة القصة وعلاقتها بالسكر وفقا للمعلومات الأولية فإنه في إطار الأزمة الطاحنة اللي موجودة في البلد في موضوع السكر واللي وصلت سعر الكيلو لخمسين جنيه وأكتر كشفوا عن شبكة فساد كبيرة برئاسة واحد اسمه أحمد مهدي ده مستشار الوزير للرقابة والتوزيع ومعه تمانية كمان في إطار مكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستلاء على المال العام اتهموا التسعة بإنشاء تشكيل عصابي بهدف التلاعب بالسكر واحتكاره ورفع سعره وضبطوا مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة شملت بها حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالي خمسين طن المتهم الرئيسي زي ما قلت لك وفقا لبعض المواقع اسمه أحمد مهدي بيشغل منطبه من عام 2015 وعلم صلحي الحمد لله حس إنه هو إنسان كفئ جدا فرقه من عدة أشهر عشان يمسك موضوع الرقابة والتوزيع الغريب عزيزي المشاهد إن دي القضية التانية في كام سنة يعني وزارة التموين وزارة متعودة دايما إنه يبقى فيها قضايا فساد والغريب إنه كل مرة بيقبضوا على ناس قريبة أو من الوزير وبيكون الوزير نفسه علم صلحي ده اللي هو من مخلفات نظام مبارك هو اللي مرأيهم عارف إنت؟ وبعد فترة الوزير بيفضل مكانه لا يستقيل ولا يقال طب لي يا جماعة هو مش مسؤول لا لا ما هو إحنا الوزير نفسه بيحارب الفساد عارف إنت يا نظرية السيسي بالزبط المسؤول اللي فوق ما بيتحسبش بنحسب الناس اللي حواليه إنما الراس محدش بيقرب له طيب موقع القاهرة 24 اتكلم عن استقالة رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة على خلفية قضية فساد وزارة التموين وموقع الأخبار المسائي أيضا نشر عن تفاصيل الأزمة واعتقال الراجل أو الأبضى عليه اللي أنا عايز أقول لحضراتكو إنه في شوية أرقام لطيفة جدا في موضوع السكر وأزمة السكر في كلام عن شركة إماراتية بتاعة كمال الغرير أو جمال الغرير ومصنع المينيا في كلام عن الفجوة اللي ما بين الإنتاج بتاع مصر اللي هو 2.8 من 10 مليون طن سنويا والاستهلاج بتاع مصر اللي هو 3.5 مليون طن سنويا الفجوة اللي هي 600 ألف طن إحنا بنجيبها إزاي عن طريق الاستيراد طب إيه اللي حصل في التصدير ليه أرقام التصدير ارتفعت السنة دي بنسبة حوالي 21.7 من 10% ليه الوزارة خدت قرار بوقف التصدير في مارس ليه الوزارة نفسها قدت استثناءات لبعض الشركات هل الشركة الإماراتية من الشركات المستثناء ولا لأ رأس المال بتاع الشركة الإماراتية واخدام القروض مصرية ولا ده استثمار أجنبي ولا إيه بالزبط هل القصة بتاعة وزارة التموين ده كابش فدى فكده بكرة السكر أسعاره هتنزل ولا إحنا عندنا أزمة حقيقية في موضوع السكر